117 سنة 151 بطولة النادي الاهلي معدل خرافي يعني معدل حتى لما بقول دايما انه حتى ان دايما ما تقدرش تعمل كده من اقبل اسماء في العالم في اسماء عظيمة طبعا في العالم بس النادي حافظ على السبات ده من النجاحات في 117 سنة دي حاجة مبهرة جدا نبص يعني هي دايما كل اللقاءات مع نجوم النادي الاهلي القدامة وحتى الحاليين دايما يقولك شخصية البطل دايما كفي كلامهم ودي بتاعتوى رأس الأجيال ومن ساعة ما النادي انشئ وهو دايما كده اول بطولات يعني اتعاملت سواء كاس مصر سواء بطولة الدول هتلاقي الاهلي كان بسيطر بشكل كبير جدا في البدايات الحفاظ على ده ليه عوامل يعني ما جاش كده لان يعني يمكن حد كان بيعمل عمل احصائية عن عنديدة النادي الاهلي في الوطن العربي ان في 22 نادي باسم النادي الاهلي تسموا على اسم النادي الاهلي فيه اندية منهم لسه يعني بيتاخد بطولات وفيه اندية لسه موجودة بشكل قوي لكن فيه عنديها طوارت يعني اتراجعت يفقى ان الاهلي محافظ على هذا السيستم وده بيرجع لعدة عوامل ويمكن في كتير من الاحيان انا دايما بقول البطولات ما بيجيش بلعيبة فقط ما بيجيش بمدير فني قوي فقط ما بيجيش بإدارة قوية فقط ما بيجيش بجمهور قوي متواجد بيتزايد يوم عن يوم ما بيجيش بإعلام مساند بشكل قوي كل العوامل دي هي اللي تحقق ده يعني 151 وبطولة دول مجوش كده من فراغ او من اجتهاد من مجموعة معينة او جيل تلع معين كويس مثلا فحقق بطولاته واختفى فالبطولات لا ده طوارس اجيال وتعاقب ادارات وتعاقب مديرين فنيين اغلبهم كان على مستوى عالي وبقدروا اهمية النادي الاهلي وتعاقب مجموعات من اللاعبين او اجيال من اللاعبين على مستوى عالي سواء ابناء النادي او المحترفين اللي بيجوا من الخارج او لعبين منتقلين من اندية داخل مصر كل ده ساهم في المية واحد وخمسين بطولة او المتن وخمسين بطولة ما بتجليش يا نفس الشريف بصراحة يعني انا اقولك برضو حتى بالمنطق اللي ايه حياتنا كده احيانا فيه كده كل منظومة طوات فترة تجلي اللاعبين حتى لما بتجلي منه على مستوى الادارات او الاجهزة الفرنية او اللاعبين بتجلي وقت قليل جد وفجأة تلاقي الدنيا زبطت في ثواني يعني حاجة برضو حاجة محتاجة لن نسلح فيها ونتخيل ونتأمل يعني من سنتين الاهلي خسر الدوري سنتين مع بعض احاق بطولة افريقيا وخد برزية العالم والسوبر الافريقي والكلام ده كله بس خسر بطولتين دوري كان فيه قرار من الادارة قبل شهرين ونص او شهر ونص من نهاية البطولة الدوري التاني اللي خسره الاهلي براحة اللاعبين وده كان قرار تاريخي وفيه ناس اعترضت حتى قالك ازاي نعمل كده وخلاص الموضوع انتهى والمنافس سيطر على البطولة وبعدك نادي الزمالك وبعد بالفرق النقاط فخلاص يعني ما تحاولش ايه تجازف كان قرار تاريخي بعد كده السنتين اللي حصل الاخضر واليابس يعني السنتين حوالي عشر بطولات وبرزيت العالم ده اتنين دوري ابطال اتنين بطول الدوري تلاتة كاس سوبر واحدة كاس مصر برزيت كاس العالم فانت سيطرت على كل حاجة خسرت بطولة واحدة اللي هي السوبر الافريقي سالفاتت واعتذرت او انسحبت عن كاس مصر الاخير ده ففيه قرارات بترجع يعني ما بتجلي او لما بيحصل اي اخفاق اخفاق بيبقى فيه قرارات وقرارات حاسمة صحية فنيا واداريا صحية بترجع الفريق لمنصة البطولات بشكل كبير كده